نرحب بمستمعين الذين ننضموا إلى الاستماع لإذاعة صوت النجاح ونواصل معكم برامجنا إذاعة صوت النجاح تقدم برنامج تألق من إعداد وتقديم دكتور محمد بشارات نرحوها بسمة طفل حين نلاقي ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المستمع عزيزة المستمع سلام من الله عليكم وسلام إليكم تحية محبة فأهلا بكم معي اليوم في رسالة التنمية البشرية ومع برنامج تألق وحديثي معكم اليوم بعنوان كن موضوعيا في خلافك يعني لعل اليوم في هذه الرسالة أريد أن أصحح مفهوم في عملية الاختلاف أو الخلاف ما بين الشخص والآخر ما بين الإنسان والآخر أن أكون إنسان موضوعي لأن غالبا ما نقع في أخطاء فضيعة في أسلوب محاورة الآخر والاختلاف بالرأي كثير أو قليل فللأسف نجانب أدب الحوار يعني حتى كمان لا نتعامل بالطريقة الموضوعية في الحوار ولا نتعامل بأخلاقية في الحوار للأسف الشديد لشانك إحنا نحتاج إلى ثقافة وإلى قدرة جديدة وإلى تعلم طريقة جديدة في الموضوعية في الخلاف مع الآخرين أن أكون إنسان موضوعي لا أبالغ حتى بالنهاية أوصل لجسر التواصل وأتعامل مع الناس باحترام وبأدب وبقيم صحيحة وسليمة لأن الإنسان الموضوعي في خلافه هو يكون إنسان متزن إنسان راقي وأيضا عزيز المستمع يكون متألقا في حياته وفي مجتمعه لذلك أحببت في هذه الرسالة أن أضع مجموعة من النصائح في الحوار وأدب الإختلاف التي من خلالها نستطيع أن نميز أنفسنا كمتألقين وأن نصحح من أخطائنا كناس قد نختلف مع الآخرين وأن نكون أكثر موضوعية في علاقاتنا وتواصلنا مع الآخرين فأول نصيحة من هذه النصائح أنصح فيها نفسي أولا أيها الكرام لا تفترض دائما نوايا ودوافع سلبية وتضحى في ذهنك عن الآخر يعني أنت لا تحكم على الآخرين بطريقة تخيلك السلبي وخيالاتك السلبية ولا تتعامل في الظن السلبي لابد أن يكون لديك أشياء قطعية واضحة ما يكونش هذا الظن السلبي سيء بل كن اذهب إلى الظن الإيجابي حتى يكون عندك يعني يقين وعندك حجة في أن هذا الآخر يخالفك أو يواجهك أو يعني لديه اختلاف معك في وجهة نظرك فلا تتعامل بالظنون هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عزيز المستمع عزيزة المستمعة ابتعد أرجوك ابتعد عن شخصنة الحوار والنزاع وحاور الفكرة بالفكرة جرد هذه الفكرة قدر الإمكان من الشخص والأشخاص لأنه للأسف الشديد حينما تتحاور مع الآخر ثم تلزم الحجة يبدأ يهاجمك بشكل شخصي أدب الحوار والموضوعية الحقيقية في الحوار وهذه من صفات الشخص المتألق ألا يشخصن الأمور ولا يجعلها بين أشخاص بل نحاور الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة والقرينة بالقرينة نقطة ثالثة أرجوك لا تمارس التعميم والإطلاق ولا تنطلق من أحكام مسبقة هي موجودة في ذهنك ليست بالحقيقة لأنك بهذه الطريقة تغلق عقلك على الحوار وتمنع نفسك من التواصل الإيجابي والفعال مع الآخر فهذه تخالف الموضوعية نقطة الرابعة لا تجعل الانتماء إلى حزب أو جماعة أو تيار أو مذهب أو أي شيء آخر هو الذي من خلاله تقيم الآخر فإن الجماعات والمتجمحات لا يمكن أن يكون أفرادها كلهم على حجة واحدة وعلى يقين واحد فإنسان تجرد من ذلك حتى تكون إنسان موضوعي وتكون إنسان لديك الأفكار الصحيمة والصحيحة أرجوك لا تتوقف في النقطة الخامسة عند كل جزئية خلافية بل ركز على النقاط المهمة لأن الجزئيات تستنزف طاقتك وطاقة المحاور الآخر وفي النهاية هل أنت تريد أن تتحدث بحوار موضوعي أم حوار خلافي هل هدفك الحقيقي أن تنشئ حجة بحجة وفكرة بفكرة أم هي القصة شخصانة الأمور وثم قضايا خلافية وجزئيات تافية ليست لها قيمة فانتبه في حوارك نقطة السادسة أيضا لا يكن في ذهنك فقط وفقط الانتصار على الآخر بل كن موضوعيا اعترف له بروح رياضية بالأشواط التي ينتصر فيها عليك بالفكرة والحجة والدليل أو حتى بالأسلوب الأخلاقي والموضوعي حتى لو لم تكن متفقا معه في النتائج إذن ما يكونش في ذهنك فقط الانتصار عليه وبس قصة مش بدأك سيرك قصة أنا وياك سنصل إلى الحق سنصل إلى اليقين سنصل إلى الفكر الصحيحة سنصل إلى الخير سنصل إلى الإيجابية هذه عقلية المتألق عزيز المستمع عزيزة المستمعة نقطة السابعة دائما لا تسلط الأضواء فقط وفقط على ما تراه من نقاط سلبية في فكر وطرح الآخر ابحث عن النقاط الإيجابية فيه اقرأها بشجاعة وبموضوعية وبتجرد النقطة الثامنة لا تحاور بعقل جمعي حزبي أو طائفي أو من أي نوع آخر على كل حال حاور بعقلك ولا تبع عقلك للآخرين كن مستقل في تفكيرك مهما كان انتمائك فمن الجميل أن يجمع الإنسان المنتمي ما بين التزامه وانتماءه هذا كل احترام له إذا كان على قناعة دون تقليد وإذا كان على استقلالية دون تبعية إذا كان على محاور محترمة صحيحة وقل سأنطلق من انتمائي ولكن حينما أكتشف الأخطاء في تفكيري أو في أفكاري فأنا مستقل في هذه الأفكار وممكن أتقبل أي فكرة أخرى هنا تستطيع أن تطور خلافك مع الآخر وأن يكون خلافك خلاف موضوعي وعلى فكرة مش بالضرورة أن تقتنع بكل ما يقول ولكن هي جزئية الموضوعية في كل خلاف هي جزئية الانتصار والتواصل الإيجابي فيما بينك وين الآخر حتى يكون هناك تقبل على فكرة الآخر نقطة تاسعة لا يكون هدف الحوار في كل الحالات إقناع الآخر بصواب ما تتبنى فقد يكون ما تقوله خطأ يعني مش كل شي حق على كلامك بل يكون الحوار أهداف أخرى من هالهداف مثلا أنك تتعرف عليه تتعرف على رؤيته وعلى أفكاره ممكن هذا شيء يزيدك معرفة تسمع منه الأفكار منه بشكل مباشر مش قيلة لي وقالوا عنك أنك تحاول تقرب وجهات النظر تحاول تشوف المساحات المشتركة بينك وبين هذا الطرف تحاول تقلل الفجوة وتخفف ما تكدر من مناخ العلاقة تصير حالة تفاهم ما بينك وما بينه وممكن كمان إثراء ثقافة الشخصين أو إثراء ثقافتك أنت من خلال الثقافة الآخر ومعلومات الآخر وفهم الآخر فإذا أنت هنا تطور نفسك حينما تسمح لنفسك بأن لا يكون هدفك فقط الإقناع بقدر ما يكون هدفك أيضا التفاهم والتعلم والتواصل مع هذا الآخر النقطة العاشرة عزيز المستمع عزيزة المستمعة إذا شعرت أن طرح الشخص الآخر قد استفزك أو أثارك وأزم مشاعرك وحاول أن يكون بشكل سلبي معك فلا تخضع لردود الفعل ولردود الانفعال السلبي بل ارجع الرد عليه لساعات يوم أو أكثر حتى تشعر أنه مش أنت منطلق من تأزمك النفسي مش أنت منطلق من أنه مشاعرك السلبية هي اللي على أساسها وحالتك العاطفية وردة فعلك هي التي ستنطلق من خلالها في مقاومته أو في نقاشه أو في حواره بل مرة أخرى أذكرك حاور الفكرة بالفكرة استبعد دائما من دينك كل استفزاز أو كلمة قاسية قالها في النهاية بدك تتحول لنقاش موضوعي حتى لو مسى شخصك هنا تكون متألق هنا يكون حوارك موضوعي هنا يكون حوارك هادئ وغير متأزم أيضا النقطة الحادي عشر كن شجاعا واعتذر إن لزم الاعتذار إن شعرت أنك قد أسعت لهذا الآخر بالحوار فلا يعيبك أن تعتذر له بل هذه شجاعة النقطة الثانية عشر اقبل عذر المحاور إن أساء إليك واعتذر في النهاية أنت المفروض في أنك تتجاوز عن إساءته لأنك أنت بتناقش أفكار فكرة بفكرة لأنك في النهاية أنت إنسان موضوعي إنسان لا تشخصد الأمور فهناك نقطة قوة لك حينما تقبل اعتذاره إن اعتذر لك نقطة خمسة عشر أو أربعة عشر مارس الحوار المبتسم مش الحوار المستفز على فكرة عزيزة المستمع عزيزة المستمع حوار المبتسم يعني الحوار اللي من خلاله تستطيع أن توصل الفكرة بحب وخلي يكن شعارك وحاورك وبحب نقطة خمسة عشر لا تتهم أحد في شيء لمجرد اختلافك معه دون ما يكون عندك دليل على تلك التهمة دليل واضح وقاطع على فكرة نقطة عشر بالنسبة للمواقف والأفكار اللي قد نختلف معها مع الأشخاص بكثير سياسية فكرية غيرها لا تأخذ البعد الشخصي أو تأخذ البعد الموقف الخاطئ أنك تبني عليه خلاص أنا حكمت عليه أنه هذا مش رح يستوعب هذا مش رح يفن هذه النقاط عزيزة المستمع عزيزة المستمع تساعدك أن تكون إنسان موضوعي في خلافك تساعدك أن تكون إنسان محاور بشكل طيب بشكل إيجابي هنا تخلق آفاق التفاهم والتواصل مع الآخر مهما كان هذا الآخر بهذه الطريقة تستطيع أن تكون متألقا في ظني وتكون متميزا في الختام أتمنى لك ولكي الاستفادة والاستزادة والتطبيق حتى نكون متألقين في حياتنا متميزين في مجتمعاتنا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى محبكم محمد بشارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعتم لبرنامج تألق أعده وقدمه لكم دكتور محمد بشارات اشتركوا في القناة